كيف حدث هذا التقدم؟ حدث الأسباب كتير جداً أول شيء احنا اشتغلنا على سد الفجوة المعرفية مع الجماعات المتقدمة دولياً وهذه مبادرة أعلنناها منذ عدة سنوات وطلبنا من الزملاء تغيير المناهج الدراسية التعليمية وأنا اشترطت أني أنا مش هوافق على أي برنامج أو أي مقررات جديدة إلا لما يكون فيه دراسة مقارنة بينها وبين أفضل عشر جماعات على مستوى العالم وبالتالي لما غيرنا المناهج في قطاعات كتيرة جداً حصل تقدم سريع أتحدى الآن أن حد من طلاب جامعة القاهرة يذهب إلى أي مكان عمل ويقول له العبارة التقليدية انسى لا درسته لا درسته الآن أصبحت في قلب الواقع أولاً لأن احنا عنينا على الواقع المصري والعربي وعلى ما يحدث في الإقليم وفي نفس الوقت أن مناهجنا لا نوافق عليها إلا بعد المقارنة بينها وبين المناهج في هارفورد وكيمبرج وأكسفورد وستامفورد وكولن وشانغهاجيا وتونج ده خبر جميل أه الحمد لله وده بقى في التصنيفات كمان إحنا استطعنا أن نطور قطاعات التعليم تطوير جزري في المحتوى يعني الآن هناك نظام تعليم هندسي جديد كلياً في كلية الهندسة والنظام ده اشتغلنا عليه لعدة سنوات بالمقارنة مع أفضل الجامعات الولايات المتحدة الأمريكية الآن إحنا قدرنا منذ عدة سنوات نغير نظام الدراسة في كلية الطب كان نظام طبقاً للنظام الأديم دلوقتي أصبح طبقاً للنظام النقاط ونظام التكامل بين المواد اللي بيطلق عليه نظام خمسة اتنين إحنا في قطاعات كليات التربية عندنا نحن ندعنا تلك كليات التربية على فكرة في تكامل في التدريب وفي طرق التعامل مع الطلاب وتجهزهم بين هذه الكليات وغيرنا مناهج ولوائح ومقاررات هذه الكليات إحنا السنة جاء إن شاء الله إحنا انتهينا من تغيير كل مناهج كلية الأداب وشلنا مقاررات يعني عفا عليه الزمن وقدخلنا مقاررات جديدة وعملنا نظام متكامل حيتطبق في كلية الأداب جامعة القاهرة كليات الأداب فيها بقى أقسام اللغايات وكليات العلوم الإنسانية وكليات العلوم الاجتماعية ده موجود في كليات الجامعة كلها طب ده شيء جميل والله يعني ودي خبر سعيي ده أنا حافظ على التصنيف لأنه حاجب تسأليني في البحث العالمي والتصنيف في النهاية تصنيف عالمي يعني أيوة أنا ما جاءت سيرة التصنيفات الداخلية لا المصرية لا أنا أتكلم في التصنيف بريطاني في التصنيف أمريكي في التصنيف ألماني في التصنيف عزباني في التصنيف صيني لأن حسن أحدثت تطرف